بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقرأ سورة المسد المباركة ونستوحي منها الدروس التي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نتعلمها منها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذه السورة المباركة هي سورة مكية تتكون من بضع آيات هي خمس آيات بالإضافة إلى البسملة فتكون مجموعة ستة ورغم قصر السورة ورغم صغر هذه الآيات المباركة لكنها تحوي معاني ومفاهيم أظيمة نحتاجها كثيرا في حياتنا وتنفعنا لآخرتنا إن شاء الله نأتي على أولا سنبدأ بشرح لبعض الكلمات التي تضمنتها الصورة معاني الكلمات ثم نأتي على لكي نفهم الصورة بشكل مجمل ثم نأتي على دراسة الدروس التي نستوحيها منها تبدأ السورة المباركة تبت يدا أبي لهب وتب ما معنى التب هو التب والتباب في الوغة العربية هو الهلاك والخسران أي أنها دعوة على أبي لهب بالخسران في الدنيا والآخرة لماذا هذا الخسران تبت يداه يداه يدا أبي لهب استعمل القرآن اليد كناية عن عمل هذا الشخص عن كل ما عمله أو ما جناه أبو لهب على نفسه فكل ما يجربه الإنسان لنفسه من خير أو شر مما يحقق له الربح والنجاة والنجاح أو الخسارة طبعا فيداه خسرتان في الدنيا وخسر سلامة مصيره في الآخرة هذا الشخص فهلاك هذا الشخص أو مصيره الخاسر التعييس في الآخرة هو بسبب ما جناه على نفسهم واليد هي كناية ما أغنى عنه ماله وما كسب طبعا هذه واضحة أنه المال لم ينفعه ما كسب من مال وحتى لو كان حصله عن طريق يعني ليس شرطا أن يكون من المال الحرام قد يكون من المال الحلال لكنه يحرص على جمعه وعدم صرفه سيصلى نارا ذات لهب يصلى تحيط به النار صلاه بالنار أي يعني تحيط به النار من كل جانب أنه ليس له مفر أو مهرب من النار صلاه بالنار شواه وأذاقه النار هذا المعنى اللغوي لكلمة صلاة سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب الله سبحانه وتعالى سمى امرأته امرأة أبو لهب سمها حمالة الحطب والحمال هو على وزن فعال معناها كثيرة الحمل للحطب زوجة أبو لهب هو أبو لهب كان غنيا جدا وزوجته كانت سيدة في مجتمعها فكيف تحمل الحطب وكيف تشعر يعني أهدتاهم كانوا لديهم يعني إماء وغلمان وغير ذلك يعملون هذه الأعمال المفسرون يقولون أن هذه كناية عن ما حملته إما أنها كانت تأمرهم بحمل الحطب لإشعاله في طريق الرسول هذه ناحية المادية أو أنها كناية معنوية أنها ستحترق هذا كل ما عملته كل ما عملته على تأويق نشر الرسالة سيكون حطب كأنها تجمع الحطب لتحترق به في الآخرة أو أنها يعني واحدة من الأمور الكبيرة التي كانت تعملها هي أنها كانت تنشر أحاديث كاذبة وتنوم يعني تقوم بالنميمة في نشر الإشاعات والأحاديث الكاذبة وتقول هذه رسول الله قالها فهذه كأنها تحمل الحطب على ظهرها لتشتعل به في الآخرة في جيدها حبل من مسد هذه السورة المباركة كلها تشبيهات وكلها كنايات ومجازة يعني تشبيهات مجازية ويعني جميلة جدا الجيد طبعا هو الأنق والمسد هو حبل مفتول من ليف يشدون به الحطب حبل قوي يكون مصنوع من الليف ويكون قوي محيوك يعني حياقة قوية يتحول هذا الحبل الذي يشدون به الحطب كناية عن الحبل الذي سيشد عنق هذه المرأة يوم القيامة ويخنق أنفاسها في نار جهنم وكلها كناية كأنها حملت كأنها أشعلت الحطب وكأن الحبل الذي حملت به أذلك الحطب سيتحول إلى حبل يخنقها في نار جهنم والعياء هذه السورة طبعا ما أهميتها أهميتها لأنها تتكلم عن شخص قريب جدا من رسول الله من عائلته من قرابته من نسابته وهو من المشرك الوحيد الذي ذكره القرآن باسمه في القرآن وذكر مصيره الأخروي وهذا يدل على أيضاً هذا الأمر الآن لنتساءل يعني طبعاً دعونا نسأل أو نفكر من هو هذا أبو لهب من هو هذا الشخص الذي ذكره القرآن بهذه القوة ما هي الأعمال التي قام بها ومن هو لكي يعني يركز القرآن على هذا على هذا الشخص وعلى عمله السيب من الأعمال التي كان يقوم به أبو لهب أنه كان يعني متى ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويدعو الناس كان يرده ويحاول أن يعني يضعف الرسالة الإسلامية فمثلاً يقال أنه كان يقول عندما كان الرسول يقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم أمركم أن تعبدوا الله كان يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئاً وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به أو حتى أنفذ عن الله ما بعثني به فيقول أبو لهب ويكون أبو لهب يعني بدل ما أنه يساعد ويقوي يقول هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه يقول لهم أنه أن هذا كله بدعة وضلالة هذا ما جاء به حشاه الرسول وأنما اللات والعزة هم الأصل فيحاول أنه يقنع الناس بالضلال الذي هو فيه أيضاً من الأمور الكبيرة التي عملها أبو لهب هو انضمام إلى قريش في المقاطعة في مقاطعة بني هاشم وتجويعهم في شعب أبي طالب وعدم حماية النبي يعني كان هذا كان أمر جداً قاسي فقط أصحاب القلوب القاسية التي لا تعرف الرحمة هي من تحاول تجويع الناس وخصوصاً أهل القرابة وكلهم قرابة وكلهم أخوانا وأولاد أخواتي وكيف يجرأ أنه يعني يؤيد قريش في مقاطعتهم وهذا يدل على قسوة قلبه على كثر الذنوبه على يعني وحشية هذا الشخص وكان يقول للنبي وقال أنه كان يخاطب النبي مباشرة ويقول له تباً لك فنزلت هذه السورة المباركة مبتدئة بكلمة تبت كأنه الله سبحانه وتعالى يقول مثل ما كان يقول الرسول تباً لك تبت يداه يعني تأتي السورة جميلة جداً القرآن دائماً الله سبحانه وتعالى يسدد النبي في كل المواقف وهذا من واحدة من مواقف تزديد الله سبحانه وتعالى للرسول ودعمه له وتقويته له في هذا الوقت العصيب الذي كان يلاقيه من المواجه العنيفة فكما قلنا أبو لهب هو عم النبي اسمه عبد العزة يقال أن اسمه عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف طبعاً أنا لا أعلم إن كان فعلاً اسمه عبد العزة لأنه كيف يكون عبد المطلب موحداً ويسمي ابنه عبد العزة والعلم عند الله ولكن هذا ما وجدته في الروايات التاريخية أولاد أبو لهب عنده ثلاثة أولاد أبو عتيبة وأبو معتب وهم كلاهما قد اسلما أما ابنه عتيبة فقد بقي على الكفر وكان يعني معنى مصيره كمصير أبيه كني أبو لهب بهذا الاسم لشدة تله بوجهي كما يقال أنه يعني أن وجهه ربما كان يعني محمرا الله أعلم من أو يعني شيء قريب من اللهب في وجهه زوجته أروى أو أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس وهي أخذ أبي سفيان صخر بن حرب فزوجته هي هي أخذ أبو سفيان فهو ابن عبد المطلب وزوجته هو بنت يعني بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس فكلهم من قريش وطبعا شتان سبحان الله الآن السؤال كيف يكون عم النبي وكيف يكون ابن عبد المطلب هذا الشخص الذي طبعا هو يعني أبو لهب ليس من بني أمية وإنما من بني هاشم وهاشم كما تعرفون هو يعني سمي هاشم هذا لقب لهاشم أبو جدهم الأكبر هاشم جدهم الأكبر هو كان يحشم السريد ليقال كان يحشم السريد للحجاج للضيوف فكان كريما لهذا سمه هاشم بينما اسمه الأصلي هو عمر ابنه عبد المطلب أيضا كان اسمه شيبة الحمد يعني يلقب بشيبة الحمد إنه من كثر ما يحمدوه الناس فإنهم ناس يعني أشراف ويخدمون الكعبة فكيف يكون هذا يعني يكون من نسلهم هذا الشر طبعا كانوا يعني كما روي ابن أبي الحديد يروي أنه في الجهلية كان اللواء والسقاية والرفادة وزمزم هذه الأمور خدمة الحجاج وقيام بأعمال البيت الحرام كانت مقسومة في الجهلية بني هاشم وعبد الدهر وعبد العزة دون بني عبد الشمس فكانوا يقومون يعني بأعمال جليلة في خدمة الحجاج طبعا الحج الإبراهيمي هناك من كان موحدا في ذلك الوقت ولكن على الدين الحنيب دين إبراهيم الحنيب الأولاد عبد المطلب تقريبا هم عشرة أو أكثر أو أقل أولاد عبد المطلب اللي هو جد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لنرى إذا كانت إذا كانوا كلهم يعودون لنفس الأب فهل يعودون لنفس الأم بحثت ووجدت أنه هناك اختلاف في الأمهات وهذا قد يعطي إشارة على تأثير الأم لأني وجدت أن أبو لهب ينفرد يعني ليس له أخ من أبيه كما تروي التاريخ كما هو موجود في التاريخ والله أعلم فقط أبو لهب أمه لبنى اسمها لبنى بنت مهاجر بن عبد مناف من قبيلة خزاءة أخوانه الباقيين من أبيهم لكنهم من أمهات آخرين مثل مثلا العباس وضرار أمهم نكيلة بن جناب بن كليب حمزة وحجل والمقرم وصفية أمهم هالة بنت وحب عبد الله وأبو طالب واللي اسمه عبد مناف والزبير وأم حكيم وعاتكة وأميمة وأروى وبر أمهم فاطمة بنت أمر الحارث أمه سمراء بن جندب إذن نرجع ونقول أنه يعني هذا قد يكون دليلا طبعا القرآن شخص مشكلة أبو لعب هي المال لكن هي هذه المشكلة الرئيسية لكن هناك أمور أخرى قد تكون واحد من هذه الأمور هي أمه ونحن يعني الله أعلم بحقيقة أم يعني أمه يعني وهل فعلا كانت يعني هي اللي تي ربت وي لكن الله أعلم هذه الشجرة لشجرة يعني العائلة اخترت منها بعض الأسماء المهمة كي نعرف يعني نسب نسب أبو لهب ونسب زوجته وكلاهم يعودون إلى يعني جدهم عبد مناف لكن زوجته تعود إلى أمية وأمية ابن عبد شمس وأبو لهب يعود إلى عبد المطلب وأبو عبد المطلب ابن هاشم وهاشم وعبد شمس أخوة أبوهم عبد مناف فطبعا يعني لم أكتب اسم أم جميل لكن كتب أبو سفيان هو أخو هو صخر بن حار هو أخو أم جميل ننتقل إلى الأمر المهم جدا في في قراءتنا للقرآن نحن نقرأ هذه السورة المباركة ونقرأ غيرها من السور لكن نحتاج أن نتدبر هذا الأمر الأهم من كل ما من كل شيء أنه يعني نقرأها ونحفظها كلها أمور مهمة لكن ما هو أهم وما وجد القرآن الله صلى الله عليه وسلم أنزلنا ليكون كتابا هاديا هدى للمتقين فنحتاج فنحتاج أن يكون القرآن كتاب هدى فبمعنى أننا لا نقرأ السور ونمر عليها مرة الكرام ونقول أن أبو لهب سيذهب إلى النار وزوجته أم جميل ستذهب إلى النار هذا كل ما نخرج به من هذه السورة إنهما عملاء عملا سيئا وكانوا نصبا العداء للرسول عليه الصلاة والسلام فكان مصيرهم النار وهكذا الأمر لا ينتهي بهذا الشكل وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة المباركة لتكون هدى للمتقين لمن يريد أن يتقي عذاب الله في الآخرة فكيف تكون هذه السورة هدى بأن نستلهم منها الدروس لواقعنا لكي لا نكرر التجارب الخاطئة هذه الله سبحانه وتعالى لم يجبها لنا كقصة تاريخية نتسلى بها لكن لندرسها بعمق ولندعلم منها درس فأول درس أن الإسلام يرفض القرابة إذا كانت منفصلة من الانتماء الإسلامي حتى لو كانت متصلة بالنبي فالعنصرية والقبلية والقرابة لا مكان لهما في الإسلام القرآن لم يذكر أحدا من المشركين غير أبي لهب تأكيدا للرفض الإسلامي له بالمستوى الذي يفوق رفضه للآخرين من المشركين يعني أن هذه السورة المباركة تؤكد موضوعا مهم جدا في حياتنا يدخل في حياتنا يؤثر يعني أنك إذا أي شخص إذا انتسب إلى النبي أو انتسب إلى أي شخص مهم أو كان مهما كان نسبه مهما كان أصله وفصله الـ الدين هو الذي يرفعه وليس النسب ولا يعني ذلك شيئا في ميزان عدل يوم القيام وبدليل أن هذا الشخص هذا عم النبي وأي قرابة أقرب من ذلك عم النبي كان من الممكن أن يكون له يعني كمان نقول واسطة كون عم النبي أنه الله سبحانه وتعالى يخفف عنه لكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله وما كسب ولن يغني عنه من الله شيئا ما دام هو ينصب العداوة للله ورسوله وللدعوة الإسلامية فلهذا نحتاج أن نعيش في حياتنا ويكون يعني تقييم الأشخاص ليس على رسبهم وإنما على مستواهم الإيماني أنه أكرمكم عند الله أتقاكم هذا الكرم وهذه صورة جدا مهمة تؤكد على هذا الموضوع لأننا في حياتنا أحيانا يكرم الإنسان على حتى أنه يولد يعني هو طفل يكرم يعني أكيد يعني يكرم قد يكون نسبهم متصل بالنبي هذا كرام لكن لا يزيد من كرامته عند الله أي شيء ما دام هو لم يعمل يعني لم يكن على الصراط المستقيم ولم يعمل للإسلام الدرس الثاني الذي نتعلمه من هذا هذه السورة المباركة تأثير الأزواج والقرانات بعضهم على بعض القرآن شخص بعض من أسباب عقدة هذا الشخص من الإسلام هي الذنوب هو أنه وهذا شخص يعني فاسد ومتخور فتبت يداه بما جناه هو جناه أمورا كثيرة ففاسدة فهذا أثر على مستوى يعني على عدم استجابته للدين وعلى رفضه وعلى عداوته للنبي وأيضا المال ما أغنى عنه ماله ما كسب وأيضا الزوجة فعدت أمور كثيرة شاركت وربما الأم والله أعلم في هذه الحالة طبعا الزوج طبعا هي لم تكن زوجة صالحة أو زوجة سيئة وأثرت عليها وكان صالحا يعني في هذه الحالة تصف لنا زوجين كلاهما كان سيئا اتحدا ليعملوا وحدة سوء يعني وحدة شر يعني من قوتها أدى إلى الله سبحانه وتعالى ذكرهما في القرآن الكريم فهذه يعني لكننا نحاول أن نتعلم أن الإنسان إذا أراد أن يقترن بشخص حتى نقترن وليس فقط بالزواج وإنما بالصحبة بالصداقة بأي شيء يعني يقربنا من الناس أن نختار الناس الصالحين حتى نتعلم منهم الصلاح الدرس الثالث الذي نتعلمه هو الدرس أن القرابة لا تعني شيئا الأمر الآخر أن القرناء والخلطاء يؤثر بعضهم على بعض إن كان شر وإن كان خيرا فخير الأمر الثالث هو أن المال لا يمكن أن يحمي الإنسان من دخول النار مهما كان مالك يود المرء يوم إذا يفتدي بكل شيء يفتدي يعني بما بكل ما يملكه يعني كما تقول الآيات يقول أنه بما في الأرض جميعا لو كان يملك الأرض جميعا ويفتدي ما يفدي هذا الأمر فنحن نتعب ونجهد أنفسنا في حياتنا كلها من الصباح إلى المساء أكيد هذا عبادة أنه جمع المال عبادة لأجل أداء الحاجات المعيشية ولكن لا يكون هو الهدف ولا يكون جمعه هو الهدف ولا يسيطر على حياتنا وإنما يجب أن نتوازن فالمال هو حاجة يستعين بها الإنسان على تدبير الأمور المادية في حياته لكنه لا يحق له النجاح على المستوى الروحي والمعنوي والمصيري عند الله تعالى فالقرآن رفض المال كقيما مميز لشخصية الإنسان فهو ليس جزءا من شخصيته يعني أن الإنسان أن المال طارق على الإنسان وليس شيء من ذاته وليس شيء من شخصيته كالتقوى وكالأخلاق وكالإيمان المال شيء خارج ذاته مضاف إليه بالإحتواء الشخصي والقانوني فهو ليس قيمة بحد ذاته يعني إذا اكتسب المال فهو قد اكتسبه بطريق مثلا أخذ الراتب أخذ الإرث أخذ الأمر معين لا عمل معين فهو لا يزيد من قيمته وإنما مقابل عمل أخذ مقابل القيمة كل القيمة أين القيمة كلها فيما يحسنه ويفعله الإنسان وكما جاءت الحديث قيمة كل مرئ ما يحسنه فلهذا جاء التفكير في هذه الآية أن الصورة المباركة ما أغنى عنه ماله وما كسب يبدو أنه كان لديه أموال كثيرة ولكن لم تغنيه وكلمة تبت يدا من فعل ماضي وتأتي هذه الأفعال الماضية في القرآن الكريم تأتي كثيرا للتأكيد أن هذا الأمر محسوم أنه سيكون مصيره الخسران والحلق الأمر الرابع وإن كان جانبيا لكن أحببت أن أشير له أهمية الإسم والكنية وتأثيرهما على شخصية الإنسان ومسؤولية الأهل الكبيرة مسؤولية الأهل مسؤوليتهم كبيرة في اختيار أسماء الأولاد هذا الشخص اسمه أبو لهب وربما يعني سبحانه تعالى يعني سبحان الله أنه ارتبط مصيره بلهب نار جهنم الذي نريد أن نستنهمه أو نستوحيه من هذه الآيات المباركة أن الإسم جداً مهم وهذا أمر أحببت الإشارة إليك لأن كثير من الناس لا يحسنون تسمية أولادهم في هذا الزمان بل يختاروا بل حرصهم على أن يختاروا أسماء تكون قصيرة بغض النظر عن معناها أو حتى لو كان معناها يعني لا يهتمون للمعنى ويهتمون أنها تكون توازي الأسماء الأجنبية أو غير ذلك الأسماء جداً مهمة في حياتنا لأننا نلادي الناس بأسمائهم فإذا كانت الأسماء تعطي معاني الشرف والطهر والكرم والإحسان والعدل والخير والبهر فهذه الأمور تعمق وأي أمر يرتبط بالقرآن يعني يرتبط بالقرآن بالمعاني النبيلة في القرآن يعني هناك من يقول أننا يعني كل شيء جاء في القرآن كلمة جهنم جاءت في القرآن هناك قد يسمي الإنسان هل معنا هذا أن يسمي الإنسان أولاده اسم جهنم أو يسمي أولاده اسم المنكر أو غير من هذه الأمور هذه الأمور أيضا جاءت في القرآن في مجال ذكر الأمور الفاسدة فنرتبط بالمعاني التي حثت عليها القرآن معاني النبل معاني الكرم معاني الدين العظيمة معاني الحمد والشرف والخير التي حثنا عليها القرآن الأمر الخامس يعني ما عملته حمالة الحطب مثل ما قلنا أنها كانت تحمل الحطب وتحمل كأنها بنميمتها بنشرها للفتنة تحمل الحطب وتشعله هذا الأمر ليس مختصا بزوجة أبي الهب إنما كل من يشعل الفتنة بين الناس وينم وينقل الأخبار الكاذبة التي تثير الفتنة يكون مصيره مثل مصير حمالة الحطب يعني حتى لو كان هذا النقل ليس باللسان وإنما عن طريق الإنترنت عن طريق الفيسبوك عن طريق الواتساب عن طريق هذه الأمور إذا نقلها بهذا الشكل يعني ينقل أمور كاذبة سيكون مصيره مثل مصير حمالة الحطب لا سمح الله فلهذا يجب أن نحذر كثيرا من نقل الأخبار الكاذبة ونتأكد من صحة الأخبار قبل نقلها زوجة أبو لهب حملت على ظهرها أعمال سيئة إجرامية بسبب عداوتها للنبي فقد كانت تنقل أحاديث الرسول إلى الناس وتشوشها وتقوم بالنميمة التي هي الإغراء ونشر الكلام من أجل إشاعة الفساد أي أنها تحرف أحاديث الرسول وتنقلها مثل ما تريد فالنمام ينقل الكلام بين الناس لغاية الشر والإفساد فيما بينهم وهذا الذي يسرع الفتنة ينقل وسائل الإشعال يعني مثل ما ينقل الإنسان الحطب ليشعل فيه النار ينقل الإنسان الذي وزع الأخبار الكاذبة كأنه ينقل وسائل الإشعال لإشعال الفتنة إشعال الفتنة ضد الدين وضد الناس وهذا أمر جدا مهم نحتاج أن نحذر منه الأمر السادس والأخير أن الذين تعلموا من هذه السورة المباركة نحتاج أن نرفض هذا الشخص وزوجته ونبتعد عن سلوكهما فهذه القصة لا تركز على الشخص وإنما على الشخصية مثل ما قلنا أن هذه السورة لم تأتي لتخبرنا عن هذا الشخص وزوجته فحسب وإنما جاءت لتخبرنا عن شخصيتهم لكي نتجنب وليس عن شخصهم لكي نتجنب أن نحذو حذوهم أعوذ بالله سبحانه وتعالى من غير أن نعرف ربما نقول عملوا أشياء كثيرة وآجه النبي ونحن لا نقوم بذلك ربما ننقل شيئا ونحن لا نعلم لهذا يجب أن نكون واعين بمعنى آخر أن هذه السورة المباركة لم تأتي لتحكي لنا قصة تاريخية وإنما لتضع أمامنا تجربة فاشلة لمن يكون همه الحياة الدنيا والمال والأهواء الزائفة لكي نحذر من تكرار التجربة فنكون من الخاسرين لا سمح الله تعالى إذن هذه القصة هدفها إثارة يعني إثارة معاني الصلاح في أنفسنا وإثارة الحذر والوعي أن لا نعادي الله ورسوله حتى ولو بدون إحساسنا حتى لو نقلنا أشياء نتصور أنها صحيحة يجب أن نكون حذرين وطبعا مواجهة أداوة الإسلام حتى بعدم نصرة الصالحين وهناك أمور كثيرة يجب أن نتجنبها من خلال دراسة هذه التجارب الموجودة في القرآن من خلال دراسة هذه القصص العظيمة التي المليئة بالدروس جعلنا الله وإياكم ممن ينتصر لدينه ولرسوله وللقرآن العظيم وإن شاء الله أبعدنا الله وإياكم عن هذا خط الأداوة لله ولرسوله ولأوليائه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر